من مقر النادي الأهلي بالجزيرة على مقر موقع يلا كورة مع الزميلة العزيزة مريم سميحة اللي هتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية وبالمناسبة حيكون لها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير النشر في موقع يلا كورة يا صباح الفل عليك يا مريم وأرجوك يصبحين على الأستاذ أيمن صباح الفل عليك صباح الفل يا كريم بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان كمان بصبح على زملتي هنا أبو القسم بقول لها حمد الله على سلامتك النهاردة الحقيقة يعني في جولتنا الصحفية يعني يستحق نقول عليها جولة عالمية بكل المقيس ولكن قبل ما نروح طبعا للعنوين وقبل ما نروح لدفن العزيز أيمن جلبرتو خلينا نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري الاتحاد السكندري والمقولين العرب فيه تمام الساعة السبعة مساء أما بالنسبة للدوري الإنجليزي وولفر هامتن ووست هام ينايتد فيه تمام الساعة الساعة والربع مساء كمان في الدوري الإسباني برشلونة وبلد الوليد فيه تمام الساعة الساعة مساء أما بالنسبة لأبرز العنوين هتكون معنا النهاردة في جولتنا الصحفية فمن موقع يلا كورا اتو أنصح محمد صلاح بأن يختار المكان المناسب له وفقا لظروفه كمان من جريد الشروق بعد هدفي في شباك أرسنل صلاح يتخط عدد أهداف الفرنسي هنري في البريمير ليج كمان من جريد الرياضية السعودية لوكاكو يشترد بقاء كومن برشلونة يفكر في اللاعب والإنتر يحدد الساعة وأخيرا من جريد الشرق الأوسط نيو كاسل يحرم تاتنا من المربع الذهبي وفوز ثمين لساوت أمتن يضعه في منطقة الأمان طبعا يعني بيسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ آيمن جلبرتو الناقض الرياضي ومدير النشر موقع يلا كورا عشان يكون لي يعني تحليل معانا لكل هذه العنوين في البداية آيمن بصبح عليك دايما منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي النهاردة زي ما قلت في البداية هي يعني جولة على ما بكل مقيس ولكن اسم محمد صلاح هو المتصدر البداية طبعا من موقع يلا كورا يعني يمكن سامو القاتو اختار طبعا يعني لاعب برشلونة الأسبق اختار أنه محمد صلاح هو من أبرز اللعيبة ومن أفضل اللعيبة اللي بيمثله أفريقيا في أوروبا كمان قال أنه هو لازم يختار ايه المناسب لي والظروف أسرته زي ما هو كان بيعمل يعني يمكن مقارنة ما بين الموقفين أيام احترافه وبين احتراف صلاح أهلا بيكي طبعا وأهلا بكريم وبكل مشاهدين قناة النادي الأهلي ونبارك طبعا لنادي الأهلي التأهل للربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله يعني المسيرة تستمر للمباراة النهائية طبعا محمد صلاح هو حديث الساعة دايما في أفريقيا وفي العالم كله سموا لقيته بصفة واحد من أساطير الكرة الأفريقية فلما يدي نصيحة لمحمد صلاح فدي طبعا بيبقى ليها حاجة يعني تمنها وليها مدلولها صلاح الفترة الأخيرة طبعا كل الناس هو السؤال الأبرز صلاح لو مستمر مع ليفر بول ولا الموسم المقبل ممكن يبقى فيه تجربة أخرى والكلام كله طبعا عن ريال مدريد عن برشلونا وساعات بيبقى باريسان جرمان يمكن صموا لقيته قال نصيحة جيدة جدا لمحمد صلاح أنه لازم في الوقت ده لما يختار المكان بتاعه أو مستقبله يبقى وفقا لظروفه هو وظروف عائلته لأن خلاص يعني صلاح دلوقتي المكانة بتاعته مكانة كبيرة جدا واحد من أهم اللاعبين على مستوى العالم يعني من ساعة منتقل ليفر بول ويمكن طبعا فترة روما لكن تحديدا من وقت متوجوده في الدول الإنجليزي هو موجود دايما ما بين الخمسة كأفضل لعيبي على مستوى العالم موجود طبعا كأفضل لعيف في أفريقيا دلوقتي هو عنده أسرة موجودة في إنجلترا عايشة مستقرة فقال النهار ده لما يجي يختار هو حابب أنه يكمل في إنجلترا الاستقرار ولا يخوض هو أسرته تجربة جديدة سواء في أسبانيا سواء في فرنسا طبعا محمد صلاح حاجة تشرفنا كلنا وكلنا بنفتخر به ونتمنى له دايما أنه لما يختار القرار بتاعه زي ما هو عودنا أنه يكون القرار الصح الذي يضيف ليه ويضيف للكرة المصرية في الأجواء العالمية طبعا أكيد يمكن كمان من جرية الشروع كان فيه عنوان عن صلاح بسبب هدفه طبعا فيه شباك أرسنل بنتكلم عن سجله التهديفي دايما بنلاقي أن أرقام صلاح بيحقق أرقام قياسية كمان يعني بينافس بها كل النجوم في البريمير ليج وبيسعى كمان أنه هو يعني يتصدر أو يبقى هداف الدور الإنجليز طبعا هو دلوقتي عنده الصراع اللي هو منقول في الأمد القصير ده الهدف الدور الإنجليزي أنه يستعيد مرة أخرى كان حصل عليه مرتين حابب أنه طبعا يبقى المرة الثالثة أنه كهداف للدور الإنجليزي الصراع شارس كالعادة مع هاركين واحد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم من أفضل مهاجم إنجلترا ودايما حاضر في موضوع الهدف في البريمير ليج الفرق هدف صلاح يقدر لسه المباريات قدامه بطير رغم أن ليفر بول يعني نتائجه ما كانتش مستقرة لفترة اللي فاتت لكن صلاح كان مميز جدا وحتى حصل على جهزة أفضل لعب في ليفر بول والبريمير ليج في الشهور اللي فاتت طبعا الرقم اللي الجريدة بتتكلم عنه رقم مميز لأنه أعتقد كان لهم في 93 هدف 150 مباراة تخطى تيري هنري كمان هو قريب من فانس روي مهاجم كان شهير في الدور الإنجليزي مع منشستر نايتد قريب كمان من سيرجي أجويرو اللي موارد أنه بنسبة كبيرة يكون خلاص خارج الدور الإنجليزي الموسم المقبل له وما انتقلش النادي تاني بعد خلاص انتهاء يعني هو خلاص أعلنه انتهاء مشواره مع منشستر سيتي بنهاية الموسم طبعا هاريكين لسه موجود فلأ صلاح الفترة دي هو بيسعى أنه يعمل أرقام من الصعب عكاة تحقيقها حتى لو فيه ظهر لعيبة في أفريقيا أنها تحترف الدور الإنجليزي أو لعيبة عربية يبقى صعب أنها تكسر أرقام محمد صراح وكمان هو بيحاول يوصل للأساطير للناس اللي عملت أرقام مميازة جدا في الدور الإنجليزي سواء مع ليفر بول أو في أنداء أخرى أنه هو يبقى دايما موجود في الطوب سري أو حتى هو اللي يبقى صاحب الرقم القياسي يعني زي ما قلنا يعني دي حاجة بتسعدنا جدا حتى إحنا في شغلنا يعني بتعلينا كويس بنخلينا نتابع الحاجات العالمية أن إحنا على طول صلاح الريكوردز بتاعته دي الناس بتتبحها فده حاجة كويسة جدا نتمنى لكل اللاعبين المصريين اللي موجودين في البريمير ليج وفي أي دوري تاني أنه هما يحققوا نفس النجاح يعني طبعا يعني جاريت الرياضية السعودية فتحت ملف هام وهو انتقلوا كهو إلى يعني صفوف برشلونة يمكن في الوقت الحالي جميع الأندية زي ما كنا بنتكلم بتعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا عندنا هنا موقفين مختلفين يمكن يعني الانتر بيحاول أن هو يحل أزمته الاقتصادية بأنه يعني بيع كمان لوكاكو برقم كبير جدا هو 120 مليون يورو ويمكن كمان بيتخلص ممر التابه في حين أن برشلونة إحنا برضو مش عارفين إذا كان هو يقدر على هذا التمن لشراء اللعب أم لا فيعني موقفين مختلفين تماما بس نفس الموقف والبي جمعهم وهي الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها معظم الأندية طبعا يعني الأزمة الاقتصادية في أوروبا كلها الناس في الصفقات طبعا حريصة جدا وهي بتدفع أي فلوس أو تحديد رواتب بسبب طبعا كورونا وخلو المدرجات من الجماهير ونفيه عائدات كتيرة الأندية فقدتها الفترة اللي فاتت طبعا برشلونة زي ما قلنا مع لابورتا ومفروض فيه مشروع جاي الراجل عايز برشلونة يرجع تاني للعهد اللي هو السيطرة والاكتساح سواء في أسبانيا أو في أوروبا أكيد هو بيدور على مهاجم طبعا التفكير الأول بنتكلم في الناس اللي صفوا اللي موجودين مبابيه هالند دول الناس اللي يمكن عشان صغيرين في السن فممكن الإدارات في الأندية الكبيرة تستسمر وتدفع فيه مبالغ كبيرة اللي كانت طبعا من المهاجمين الكبار جدا في أوروبا وعمل مستوى جاي جدا مع انتر ميلان وخلاص اقتربوا أن هم يستعيدوا الدور الإيطالي بعد غياب طويل وبالتالي لو انتر حابب يبيعه هو أكيد لازم يستفيد بشكل كبير جدا أنه لما يبيعه لازم يعود بمبلغ مالي كبير يساعده في الفترة اللي جاية وكمان طبعا لوكاكو من اللاعبين اللي رواتبهم كبيرة طبعا لأنه كان قبل كده كمان موجود في منشستر رينايتد فيعني هي زي ما انت بتقولي كده هو كل نادي هيحاول يعني في الصفقات بتاعته يوصل للحاجة اللي تريحه سواء مديا أو أنه هو ما يخسرش لعيبة قوية أنه هو يجيب استخدامات أو لو في حالة برشلونة أنه هو يدعم صفوفه عشان السنين اللي جايين أخيرا من جريد الشرق الأوسط يعني كم نتكلم عن أن طاة نام لم يفلح في استغلال فرصة الدخول إلى يعني المربع الذهبي بعد التعادل أمام نيوكاسل 2-2 خاصة أنه هو كمان كان يعني كسبان 2-0 ولكن يعني النتيجة انتهت 2-2 فيما يقرب من سبعة أندية بيتصرعوا على هذا المربع أنت شايف عمتاً الصراع ماشي ازاي خلال فترة الحالية يعني يمكن خلاص احنا لو كلمنا بنقول منشستر سيتي بشكل كبير وحسم اللقب الموسم الحالي منشستر رونيتد ضامن برضو تواجده في الشامبيونز ليج الموسم اللي جاي يمكن فيه زي ما بتقولي كده حوالي سبعة أندية بيتصرعوا على المركزين بقى ما بين التالت والرابع والمراكز بعد كده المؤهلة حتى للدوري الأوروبي عشان التواجد الأوروبي الموسم المقبل منهم طبعاً ليفر بول في تشيلسي في توتنام أندية كبيرة وأندية اعتدنا أن هم يبقوا موجودين حتى أرسنال اللي هو بعيد شوية هيحاول أكيد أنه يخش في الزحمة دي عشان ما يبقاش الموسم المقبل هو بعيد عن المشاركة الأوروبية ده في حال يعني ما قدرش يفوز بلقب الدوري الأوروبي يعني توتنام كان سائل حظ طبعاً مبارحة وإلى لما يبقى متقدم 2-0 بعد كده يتعادل 2-2 بهدف كمان في الدقيقة الأخيرة الدقيقة الأخيرة وبالسيناريو مورينيو حتى خلاص يعني بتدع بنشوف لي صور يعني أعصابه خلاص بتدع يفقدها كده لأن توتنام بدايته كانت جيدة والنتائج كانت جيدة وكان موجود فجأة النتائج تراجعت والفريق بقى بيتعادل كتير وبيخسر كتير مورينيو مدرب كبير ومن المدربين الواحد بيتمنى دايماً هو يشوفه في البطولات الأوروبية بيستمتع بتصرحاته بيستمتع بقى حديثه وبشغله لكن من الواضح نوعه في السنين الأخيرة يعني عنده بعض المشاكل مش قادر يحلها مش قادر يكون في نادي يعني يوفر له المطالب اللي هو بيحتاجها سواء في اللعيبة أو في الصفقات يعني نتمنى التوفيق لمورينيو ونشوف الصراع بتاع البريمير ليج هيوصلنا ليه في النهاية أيمن بشكرك جداً نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي بشكرك كمان على هذا التحليل يعني الوافي طبعاً دي كانت جولتنا النهاردة مع ناقد أرياضي أيمن جلبرت هو مدير النش بموقع يلا كورا في كل العنوين العالمية اللي كانت معنا النهاردة من مختلف الصحف من داخل موقع يلا كورا بشكرك جداً يا كريم والعودة للستوديو مرة أخرى دي احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زمالتنا العزيزة مريم سميح وطبعاً كل الشكر لأستاذ أيمن جلبرتو الضيف اللي كان منوارنا منذ لحظات صباح الفل عليكم منتو الاتنين